الآن أبنائي سوف نتحدث عن الوضعية النسبية لسطح كرة مع مستقيم في الفضاء نتابع جيدا أبنائي ها هي عندنا سطح كرة كما تلاحظون اس وعندنا مستقيم في الفضاء ها هو الوضعية النسبية لهذا المستقيم مع هذه سطح الكرة أكيد فيه ثلث احتمالات إما يكون هذا المستقيم تقاطعه مع هذه سطح الكرة يكون مجموعة خالية يعني يكون بعيد عليها أو يمكن كذلك أبنائي أن يكون يمسها هنا معناه يعني النقطة التقاطع بينهما تكون نقطة وحيدة إذا سمينا هذه النقطة A كما يمكن أن يقطعها في ماذا في نقطتين إذا كان هنا معناه يكون تقاطع مثلا في هذا المكان نقطة هنا ونقطة أخرى هنا إذا سميت هذه مثلا A وتسمى هذه النقطة B إذن هذه هي الثلاث وضعيات لسطح كرة ومستقيم في الفضاء لكن الآن علينا كدراسة كيف تتم العملية لدراسة الوضعية النسبية لسطح كرة S مع مستقيم D في الفضاء نعوذ X Y Z في التمثيل الوسيطي لـ D ركزوا ثم لـ D في المعادلة S يعني سوف تصبح معادلة ذات المجهول T فنحصل على معادلة من الدرجة الثانية مجهولها الوسيط T وليكن T معناه إذا كان لاحظه معناه سوف نتحصل على معادلة من الدرجة الثانية هذه المعادلة نقوم بحساب مميزها ذات المتغير T سوف نلاحظ ذلك إذا كان الدلتا الساليب تكون تقاطع مجموعة خالية أما إذا كان لاحظه أما إذا كان يساوي السفر فيكون حلا مضاعفا ما منع حلا مضاعفا؟ معناه يوجد بينهما تماس فقط يعني تكون في هذا المكان فقط لأن تصبح المعادلة تقبل حلا وحيدا مضاعفا الآن حل مضاعف لهو T1 و T2 وبتعويض T بقيمة الحل المضاعف في التمثيل الوسيطي للمستقيم الذي نجد نقطة التامس بين S و D معناه عندنا في هذا التمثيل الوسيط لما نأتي بهذه القيمة التي نجدها نعوضه هنا في التمثيل الوسيط نجد X وال Y وال Z سوف نلاحظ ذلك عندنا كذلك أبنائي لما ركزوا الآن إذا كان الدلتا موجب تماما فالمعادلة تقبل حلين يعني يوجد هنا نقطتين يقطعها في نقطتين وبتعويض T1 و T2 في التمثيل الوسيطي لدي فنحصر على إحداثيات نقطتين تقاطع S مع D ركزوا الآن أبنائي ها هو المثال من خلال هذا المثال سوف نتعلم عندنا لاحظ جيدا عندنا معادلة سطح كرة S معرفة B معرفة B عطي لنا ماذا؟ عطي لنا نصف القطر R يساوي خمسة وعطيت لنا مركزها ومركزها A لتكون مثلا هذه هي سطح الكرة S مركزها أبنائي هو A هنا نصف قطرها من هنا إلى هنا أعطي لنا خمسة ركزوا أرجوكم الآن ماذا طلب مننا؟ قال عين إحداثيات نقطة تقاطع S مع محور OZ المحور OZ اللي هو أركزوا أرجوكم سوف نتابع المحور اللي هو عبارة عن مستقيم لاحظوا جيدا عندنا الآز ما هو؟ الآز هو هذا الشعاع الوحدة اللي هو يشمو الأو وشعاع وحدته هو الكا نحن نعلم في ذلك معناه لو نفسر لاحظوا جيدا أبنائي ها هو المعلم في الفاضة الكا هو هذا هذا هو الشعاع الوحدة كا وهذا هو الزاد يعني هذا يمثل كا الآن هذا الكا ما هي مركبته يا أبنائي؟ لو نلاحظ إلى الكا هو مركبته أكيد تكون صفر وصفر وعلى الزاد يكون واحد فقط هذه المركبات هذا الشعاع تابعوا جيدا إذن إذن هذا هو مركبات هذا الشعاع الآن تمثله الوسيطي ماذا يصبح؟ يصبح لنا ماذا؟ O M يساوي لنا T في K لأن الشعاع التوجيه هذا المستقيم اللي هو O Z O Z الشعاع التوجيه هو الكا والك ما هي مركبته؟ هنا هي صفر صفر واحد وعنها تصبح لنا X Y Z يساوي 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 هنا ماذا؟ تصبح لنا صفر وهنا صفر وهنا T حيث T هو وسيط حقيقي نتابع جيدا نقطة بنقطة أبنائي لاحظوا ها هو T عندنا كذلك ما نحتاجه هو معادلة سطح الكورة معادلة سطح الكورة أبنائي يركزوا أرجوكم حتى التعلموا لاحظوا إلى معادلة سطح الكورة الآن ماذا قال؟ سوف نتابع نقطة بنقطة أبنائي سوف نقوم نص التمرين وحل التمرين حتى نطبقه على هذه القوائد التي هنا وجود أمام نتابع بنقطة أبنائي لاحظوا إذن عندنا ماذا؟ قال سوف نقوم بإتيان T1 و T2 ركزوا الآن سوف نأتي بالX لاحظوا بهذه القيمة ونعوذها هنا والY بهذه القيمة ونعوذها هنا والZ سوف نأتي بهذه القيمة ونعوذها هنا ونحل ماذا تصبح أبنائي؟ ركزوا أرجوكم سوف ينتج لنا هذا الأمر ينتج لنا صيفر لاحظوا هنا تصبح صيفر وهنا صيفر وهنا T إذن ما معنى تصبح ناقص ثلاثة مربع وهي تسعة زائد أربعة زائد هذا جداء شاهر رقم اثنان يصبح مربع الأول زائد مربع الثاني وهو اثنى عشر ناقص ضعف الجداء وهو ناقص أربعة T جذر ثلاثة ركزوا أرجوكم لأن هذه T ناقص اثنان جذر ثلاثة هذه لما ننشرها تصبح مربع الأول زائد مربع الثاني الذي هذا هو اثنى عشر ناقص ضعف الجداء وهو ناقص أربعة T جذر ثلاثة يساوي لنا A مربع لهو خمسة وعشرون ركزوا أرجوكم ماذا ينتج أبنائكم ينتج أنه هذا مع هذا كم لاحظوا هذا مع هذا ثلاثة عشر ركزوا ثلاثة عشر مع هذا كم خمسة وعشرون لاحظوا جيدا خمسة وعشرون تصبح خمسة وعشرون T مربع هنا زائد هكذا زائد T مربع ناقص أربعة T جذر ثلاثة ناقص خمسة وعشرون يساوي السفر سوف نختزل هذا مع هذا تصبح لنا ماذا ركزوا تصبح لنا T مربع ناقص أربعة T جذر ثلاثة يساوي السفر ما رأيكم الآن لو نستخرج T أبنائي أو نحسب دالتا نحسب يا إما نحسب دالتا أو نستخرج T كعامل مشترك تصبح لنا T ناقص أربعة جذر ثلاثة يساوي السفر معناه يصبح T يساوي السفر أو T يساوي لنا أربعة جذر ثلاثة ها هما T واحد لاحظوا لأنه هنا نحسب دالتا يصبح T واحد و T اثنان ثم ماذا قال لنا قال لنا عليك بإتيان تلك T واحد و T اثنان ها هي T واحد ونعوذ في التمثيل الوسيط نأتي بالT الأولى ونعوذها هنا ماذا تصبح النقطة أبنائي ركزوا تصبح النقطة A إحداثيها الصفر والصفر وماذا وماذا والصفر اللي هي النقطة O يعني هنا يمكن أن نغير تسمية نسميها النقطة O النقطة الثانية سوف نأتي بهذه القيمة ونعوذها هنا يقول أحدكم وفي الـ X والـ Y الـ X والـ Y ثابتة يا أبنائي هنا جاءت أنها صفر صفر تصبح النقطة A ذات الحدثية صفر وصفر واربع جذر ثلاثة ها هي النقطة الثانية إذن S تقاطع تقاطع O Z لهذا المستقيم يساوي لنا النقطة T O والنقطة ماذا أبنائي إذا سمينا هذه النقطة اللي هي صفر صفر والأمر الثاني لاحظوا والنقطة A اللي هي صفر وصفر واربع جذر ثلاثة مع أن أتمنى أن لا يكون مخطئ في الحساب فقط هذه هي تقاطع معناها سوف تقاطع سطح الكرة مع هذا المحور أو هذا المستقيم في نقطتان نقطة واحدة هي O جاءت هي O والنقطة الثانية جاءت هي النقطة بهذه البساطة